تم تخصيص جزء كبير من الدولة ومن فكر الدولة لأخواتنا وأهلينا من زول الإمكانات الخاصة بحب أسابهم كده أو زول العاقة طبعاً لشان ده الإسم العالمي أنا عارف وجود المجلس كمان أعتقد ده أكبر دليل على ده ولكن حاجب تشوفي دور الدولة الفترة اللي فاتت إزاي في دعم أهلينا وأخواتنا من زول الإمكانات الخاصة هو أولاً يعني مبارح كانت احتفالية اليوم العالمي للأشخاص زول العاقة وده زي ما ماها قالت من سنة 92 والأمم التحدة 28 سنة بيشتغلوا على الموضوع ده أعلنوا اليوم ده عشان الاهتمام وكده طبعاً إحنا في مصر في طفرة كويسة قوي بالنسبة لنا الناس اللي شغالة في مجال العاقة أن إحنا طبعاً فيه تغيير كتير حاصل إعلان 2018 عام الأشخاص زول العاقة خروج قانون حقوق الأشخاص زول العاقة في فبراير 2018 خروج اللائحة التنفيذية لقانون عشرة لعام 2018 في ديسمبر معناها أن 2019 هي سنة التنفيذ والحمد لله فيه خطوات بتتاخد طبعاً إحنا طمعين وعايزين خطوات أكتر وأكتر بس فيه خطوات كتير يعني الحمد لله اتخدت وجود القانون في حد ذاته داعم قوي جداً للأشخاص زول العاقة لأنه حفظ حقهم ومن هنا بقى التنفيذ التنفيذ هي المرحلة اللي هتحتاج صبر مننا وتفاهم من اللي عليهم مسؤولية التنفيذ إنه هو آه إحنا مستعجلين فمن فضلكوا استعجلوا اطلبوا من الخبرة لو محتاجين الخبرة يساعدوكوا في إزاي يحصل التنفيذ لكن التنفيذ لازم وضروري يعني خلينا نتكلم دكتور مها فيه بقى التغيير اللي بيحصل على الأرض يعني إيه اللي حصل أو إيه اللي حضرتك شفتيه وإحنا بنتكلم من 92 لحد دلوقتي إيه التغيير اللي لمستيه على الأرض في وعي المجتمع بقى أو الناس اللي عندهم مثلاً فرد في الأسرة من أصحاب من دوي القدرات الخاصة بشكل عام أو أصحاب الإعاقة أنت والتي صحة زوي الأعاقة الأشخاص زوي الأعاقة زوي الأعاقة لأنه إحنا عندنا قرص ثقافي يقولك ده البرك ويسبوه كده في البيت يعني مهمل كما مهمل ومش بيتعملوا معي على أن دي طاقة ممكن أن إحنا نوظفها وندمجها في المجتمع يمكن حضراتكم شفتوا وزارة التضامن نزلوا فيديو مبارح على السوشيال ميديا تحويل طاقة يعني اللي هو طاقة وليست أعاقة صحيح تحويل الأعاقة لطاقة لأن طبعا الأشخاص زوي الأعاقة عندهم قوة منتجة أنت لو ما اهتمتيش بيها بتأثري على قوة منتجة كلية للدولة نفسها فالأشخاص زوي الأعاقة تعدادهم تلع في 2017 حوالي 12% 12% من المجتمع ده حاجة مش قليلة ما تقدريش تهميليهم ما تقدريش أن أنت تعملي تنمية مستدامة وتوصلي الأهداف تنمية مستدامة لمصر فعلا حتى بنود كتير قوي للوصول لها وإن شاء الله هنوصلها في 2030 من غير ما تعملي حساب الأشخاص زوي الأعاقة شوفنا تغييرات كتير حصلت مع خروج القانون القانون نفسه في حد ذاته تاني حاجة أن المجلس موجود من 2012 بس طبعا وجود المجلس مجلس إحنا في مرحلة بعد كده هيحصل تغيير لأنه هيبقى اسمه مجلس الأشخاص زوي الأعاقة أو بقى اسمه لأنه انطلع عليه قانون في حد ذاته في مجلس الأشخاص زوي الأعاقة هو هيبقى بعد كده التمثيل بتاعه بيبقى عن طريق أن الترشيحات بتروح للبرلمان والبرلمان اللي بيختار مين اللي هيكون موجود في مجلس إدارة فإحنا مجلس إدارة مرحلي يعني إحنا في نفس الوقت شوفنا تغييرات في التعليم التعليم بقى فيه حسب القانون دمج زوي الأعاقات البسيطة وده هيبقى مرحلي بالنسبة للعاقة الزهنية فقط لكن فيه معدل للزكاء وهيبتدوا ينزلوا بي يعني هو معدل زكاء حسب قرار الوزاري 2017 في سنة 2017 هيبتدي أنه هو بـ 65 وعندين هيبتدي ينزل ووزارة التعليم اللي هيعملين مجود كبير وبيعملوا إعداد تدريب للمدرسين عملوا مركز المركز ده هيدعم المدمجين وهيدعم أن يبقى فيه تدريب وأن الخدمات اللي بيحتاجوها وقت وجودهم في المدرسة يعني ما يبقاش بس أن أنا بقول هاخد مين ومااخدش مين وأن أنا في وقت الامتحانات أديله تيسيرات لا في الوسط برضو فيه مساندة هتحصل ويبتدي ينزل بالمعامل الزكاء لغاية لما يبقى في سنة 2023-2024 يوصل لمعدل 55 ده معناها أن عدد كتير من الولاد اللي كانوا ببر منظومة التعليم أن التعليم عندنا في بلدنا حق حق من الحقوق اللي هي وجود مجانية للتعليم وجود التعليم النظامي فلما الولاد بيكون مش موجود في التعليم النظامي بيروح منه حاجات كتير قوي وبيكلف الدولة كتير لأن الطفل في التعليم النظامي أربعة في التعليم النظامي بتكلفة واحد في التربية الخاصة يبقى أنا كل ما هنقل من التربية الخاصة للتعليم النظامي مصلحة الدولة مصلحة الولد أنه هو بيغبر يدرب يؤهل ويتعلم وأنه اللي معاه كمان دايما الناس بتفتكر أنه دي مصلحة الطفل اللي عنده عقبس لا دي مصلحة كل الولاد